اشتفلت الفنانة اللبنانية اليسا بمناسبة عيد البي بالدول الغربية ومنهم المانيا اللي هي موجودة فيها حاليا وكتبت على صفحتها بيحتفلوا اليوم بالمانيا بعيد البي والناس عم بعيدوا مع بياتهم بصل اليوم لبي وبعرف انه فخور فيه من جهة تانية بلشت اليسا التحضير لالبومة الجديد لمفروض انه ينزل على عيد راس السنة وكانت عم تلتقي بالفترة الاخيرة بكثير شعراء ملاحنين منهم اميرة عيمة محمد رحيم رامي جمال محمد يحياء نادر عبد الله وغيرهم تهم الكاتب زياد سعودي الممثل مصري احمد فهمي بالسرقة من بعد ما تشك على الايمين على مسلسل واد سيد الشحاد اللي بيلعب بطولته احمد لنقابة السينمائيين واتهمهم بسرقة فكرة المسلسل منه وقال زياد انه عرض فكرة المسلسل على احمد فهمي من كم سنة طلب منه انه يعدل فيها ليصير العمل من بطولته مع هشام ماجد وشيكو وهي دمنى الشكوى الاولى على احمد فهمي اللي اتهمه بفرد خطيبته هنة زاهد على المسلسل من بعد ما كانت الممثلة منه فضالي مرشحة للدور الا انه احمد نف الموضوع وقال انه المخرج احمد الجندي هو يلي اختار هنة كبطل للعمل هاجمت صفحة بتحمل اسم الفنان المصري حسام حبيب الفنان عمرو دياب وقال انه اداءه صار ممل وانه نهاية موسم رمضان رح يريح المشاهدين من اعلانه اللي عم ينعرض على التلفزيون وغنيته وصدم هالتصريح الجمهور والصحافة بس بعدها تبين انه هالحساب مزيف وما قاله علاقة بالفنان حسام حبيب اللي اكد انه ما رح يتدخل بالازمة اللي صايرة بين مرته الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان عمرو دياب اللي صارت من سنتين اشهدت الممثل اللبنانية ريتا برسونة بزملاءة بالوسط الفن اللي عم بشاركوا بالسباق الرمضان بأعمال درامية ضخمة وكتبت على صفحتها اسود انتمين خمسة ونوص بروفا الهيبة ما اهدميك يا كارين وما اجمليك يا سيرين وشو طبيعية هالنديين ما اطشبك يا داليدا وما اروعك يا ورد ولولا عم بتحلق مع رفيق وما اجي ما بدا تكبر وباسم مثل الاسد مسيطر على الكل وعمار الراقب اداءه كله النجوم من لبنان منورين رمضان غصبا عن الكل اعترف الاعلام الاماراتي احمد خميس بغلطه لما عرض حياته هو ومرته الاعلامية والممثلة مشاعر الشحي على مواقع التواصل وقرروا يكونوا منتبهين اكتر على منشوراتهم من اليوم ورايح احتراما لعداتهم وتقاليدهم وطلب احمد من متابعينه انه يخبروا عن الاغلاق اللي كانوا يعملوها ورح يخدوهن بعين الاعتبار وختم بيانه باعتزار عن كل شافوه منهم وقال انه حابين يفتحوا صفحة جديدة برمضان ضبطت الشرطة المصرية الفنانة شايمة 11 بنت بمطعم بالقاهرة واتهمت صاحب المطعم بالاتجار بالبشر والمخدرات واحاله شايمة لمحكمة الجنح بتهمت الدعارة وكانت شايمة اعترفت انه بتغني بالمطعم فامرت النيابة انه تنحبس هي والمتهمين كلهم وهيدي مش اول مرة بتنحبس الفنانة شايمة ففتت على الحبس بتشرين الثاني 2017 بتهمت اصارة الغرائز الجنسية بفيديو كليبها عندي ظروف انتشرت على مواقع التواصل صورة للرضيعة بسوي الشبه بينه وبنعارض الأزياء ولاعب كرة القدم الانجليزي ديفيد باكهم لانه خلقت بخصل شعر شقرة وبحسب صحيفة ديليميل البريطانية نصدم اهل الرضيعة من بعد ما شايفوا انه بنتهم شعرة غامق وعندها خصل شقرة وقالت اما شرلوت انه بنتها كانت حديث المستشفى لانه هي اول مرة بيشهدوا هيك حالة لا تعرفوا كل الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد